بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من على مزولية لقاء يتجدد اليوم وعدد من الموضوعات والقضايا كالمعتاد مرحبا بكم انطلقت اليوم في الخرطوم فعاليات الحوار السوداني السوداني الذي طرعاه الآلية الأفريقية السلاسية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيقات حوار وجد مغاطعة من قالبية القوى السياسية ولكن وجد مباركة من المكون العسكري المكون الحاكم بجانب 14 حزب حضر له ممثلين مشاركين في هذا الحوار حاجة للحوار هذا يسوق إلى محطة جديدة واضح جدا أن هناك محطة جديدة يسوق لها هذا الحوار برعاية أممية ورعاية دولية وجود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقات بجانب المباركة الأمريكية ونحن شايفين مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في إنها موجودة في الخرطوم وتدعم هذا الحوار بالتالي هذا توجه دولي مدعوم من جهات إقليمية بجانب مباركة الحكومة أو السلطة العسكرية الحاكمة في السودان بجانب وجود عدد من القوى السياسية الملاحظ جدا أنه خارج هذا الحوار مجموعات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي قحت خارج هذا الحوار موجودة المجموعة الثانية مجموعة المساق الوطني بجانب قوى السياسية أخرى منها المؤتمر الشعبي بجانب التجاني السياسي وعدد من الحزاب والقوى السياسية طيب التساؤل أنه هناك تحول كبير الآن في الواقع السياسي الموجود هناك تحول في الوضع السياسي والتموضع الجديد للسودان برعاية وبدعم خارجي واضح جدا أنه المؤسسة العسكرية الآن وضعت أرجلة على بداية الطريق لتحويل حوار جدي وحوار يعني يسوق البلد لمرحلة جديدة في ظل هذه المغاطعة الجلسة اليوم تحتبر جلسة إجرائية تدعو إلى حوار ربما يلتحق به الآخرين لكن الواضح جدا أنه هذا التحول وهذه الخطوات هي مباركة ومدعومة خارجيا طيب في تصريحات صدرت من الممثلين السلاسة للآلية السلاسية منهم فولكر بيرت واللي قال إنه ده شروع للأطراف السودانية في مناغشة الحوار ودي الأطراف المشاركة فيه وممكن تكون في مشاركة يعني لاحقة قال إنه هدفنا تقريب المواغف تقريب المواغف خلال الحوار المباشر بين السودانيين لإنهاء الأزمة في البلاد وقال إنه الأطراف الخارجية تشجع وتدعم الآلية السلاسية لدعم الحوار في السودان وهو قال إنه الحوار ده من ضمن المطلوبات وإنه البحث بشأن طبيعة المجلس السيادي وصلاحيات الحكومة والرئيس الوزراء ولفت إلى أنه المرحلة الحالية تنتهي بحلول الانتخابات يعني ده الأشياء العامة اللي بيدعو لها الناس لكن الرفض الحوار بتاع الآلية لأنه كان بكرس لسلطة محددة طيب محمد حسن ودلباد قال إنه الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وأنه لا نتصور حلا سياسيا في السودان إلا بمشاركة الجميع في الحوار المباشر المقاطعة معروفة والحضور كذلك معروف لكن ما ينتج عن هذا الحوار هو يحدد لاحقا يعني النتائج تحدد لاحقا لأنه حتى الآن مشاركة ضعيفة حتى الآن دي جلسة أولى لكن ما في تصور تم طرح للناس عشان الناس تتعامل معه وبالتالي حتى الآن يضعب التكهم بما سيحدث في هذا الحوار وكيفية التعامل معه في الغالب أنه قوة الحرية والتغيير هي الآن تنظر للأمور من على البعد وتحاول أن ترى الدعم الخارجي ومدى قوة الحوار أنا أتوقع أن تلتحق به مع قوة سياسية أخرى لأنه ما عندهم حال يعني حزب الأمة بالرغم من أنه يعني غابل الأهلية السلاسية واجتمع معها وناقش معها كثير من القضايا لكن واضح جدا أنه الموقف متزبزب يعني حسب بيان حزب الأمة صدر بيان لحزب الأمة وقال أنه هو بالتزم بعدم المشاركة في الحوار السوداني حرصا على وحدة الصف الوطني مع الثعي للوصول إلى حلول ذات مصداقية تؤدي إلى حل الأزمة الوطنية لا تعقيدها وقال نغدر جهود الآلية السلاسية ومساعيها يعني برضو حمال أوجه لهذا التصريح باحتبار أنه أنت لا معه ولا ضد وعايز تكون مع المجموعة تغير الحرية تغيره في نفس الوقت أنت مع الآلية السلاسية حقيقة هنا في تناقض لكن ما غريب على حزب الأمة في مواقفه العامة المرتبطة بالقضايا الكلية فالأزمة واضحة أنه في ضمن الصريحات أنه نحن لا نقعد مع مساعدين الرئيس البشير والذين كانوا مع النظام السابق في الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن الصادق المهدي هو مساعد الرئيس البشير وكان فيه حوارات بين حزب الأمة وحزب البشير والحكومة السابقة وكان ممكن تؤدي إلى حلول يعني إذن الذي انطلق اليوم هو أمر جاد على الأقل من جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيقاد بجانب الحكومة السودانية بالأمس خرج عبد الفتاح البرهان في خطاب تلفزيوني لكن بس أكد فيه دعمه للآلية السلاسية لأنه كان فيه الموقف المتزبزب سننتظر الأيام القادمة لنرى ما الذي يحدث وما هي نتائج هذه البداية للحوار بالأمس تفاجأ الناس ببيان يعني غير متوقع أعلن فيه الناظر محمد أحمد الأمين تيريك استغالته من رأسة الكيانات والعموديات المستقلة للبيجة وده كان حقيقة أمر مفاجئ أسباب عديدة حقيقة والذي ذكرها في البيان فإنه فيه محاولة من بعض الإخوة عضوية المجلس مرتبطة بمؤامرات ودسائس أفشلت المعالجات المرتبطة وقال إنه حرصا منه على الكيان وعلى الشرك قدم استغالته حيكون موجود يعني ضمن رجالات الشرق في خدمة قضايا الشرق بجانب ما صدر عن أنه تم تكليف ناظر تيريك بالأمان العامة لأحزاب أو لكيانات وجماعات الشرق والوسط حقيقة تطور جديد وغريب في ظل الأزمة الموجودة في شرق السودان الناظر تيريك من الحكماء ومن المسموع لهم خروجه من المشهد بهذا الشكل قد يضعف الوضع في الشرق لأنه كان مسيطر وكان مسموع الكلمة سيساعد ذلك في إضعاف الشرق وقضية الشرق ومطالب الشرق والصوت في الشرق في ظل الهشاشة الموجودة في الدولة في هذه اللحظات في جانب آخر في الأمر أنه غوة الناظر تيريك وفعالته مستمدة من موقعه كناظر بالتالي أضعف تيريك قضية الشرق وأضعف تيريك النظارة وأضعف نفسه في نفس الوقت حقيقة الاستغالة دي جاءت في وقت متأخر من مساء الأمس وجاءت مستعجلة وحاسمة وغاطعة وأنا أفتكر أنها في ظل الأزمة الحالية أنت بتتكلم عن بالأمس تقدم الوالي باستغالته وفي خلافات داخل يعني البجا فبالتالي هي التي أدت إلى هذه الاستغالة أفتكر أنه التطورات بتتضح في الأيام الغادمة لكن هي تطورات سالبة لأنه على الأقل الناظر تيريك كان من الناس الحكماء يعني والتعامل معه السهل جدا فبالتالي الأمور قد تنفلد في ظل هشاشة البلد في دولة في هشاشة وفي اختلاف يعني نحن نشوفنا في الفترات السابقة أنه في اتفاق بين المجموعات الموجودة في نظارة البجا على تيريك وعلى مواغف تيريك الآن حدث اختلاف وخلاف جديد قد يؤثر على الوضع بشكل عام في الشرق ننتظر لنشوف في الأيام الغادية ما الذي سيحدث بعد هذه التطورات فاصل غصير ونواصل أهلا بكم من جديد التدخلات في الشأن السوداني ليست جديدة خاصة في الفترة الأخيرة التي شهد فيها السودان هشاشة كبيرة جدا جدا بالتالي استدعت هذه التطورات أنه يكون في تدخل من المجتمع الدولي من الدول الإقليمية من دول الجوار ومن السفراء حتى الموجودين داخل السودان شفنا التدخل الكبير الذي كان من السفير البرطاني والسفير الأمريكي وبعض السفراء الغربيين وبشكل خاص شفنا تدخلات الإماراتية السعودية في الشأن السوداني في ظل هشاشة وضحف السودان شفنا التحركات الكبيرة للإمارات وللسفير الإماراتي في الخرطوم حمد الجينيبي وسط المجتمع السوداني وتدخل حقيقة واضح للعيان في ظل غياب وهشاشة الدولة الموجودة هذا التدخل أيضا تلعب فيه دور كبير المملكة العربية السعودية والسفير في السودان علي بن جحفر كان واضح جدا التطورات دي اللي حقيقة سالبة يعني وبتوضح مدى الهشاشة الموجودة في السودان طيب فيه موظفين يعني الناس يكفوا عندها بشكل كبير مغابلات لمسؤولين في أمر يخص الشأن السوداني يعني في الشأن السوداني فيه سفير بقابل مسؤولين دولين موجودين في السودان السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جحفر استقب مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية أو مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في قابل للبحث في الشأن السودان وقابل كذلك المبعوث الأفريقي محمد الحسن واللبات ده سفير السعودية في الخرطوم بقابل مسؤولين في شأن بخص الدولة اللي هو سفير فيها هل ده ممكن يحصل في السعودية إنه سفيرنا يقابل مزؤولين أجانب في الدولة في شأن بخص السعودية ولا لأنه نحن وصلنا لمرحلة بعيدة جدا من الانهيار والهوان وحقيقة المنظر ده الناس بيدعملوا معه بشكل طبيعي وشايفينه أمر طبيعي ليه؟ لأنه نحن وصلنا للمرحلة ده الدولة وصل بها الهواني إنه حتى السفير والأجانب ما بيحترموا البلد لأن البلد ما عندها هيبة ولا عندها دولة ولا عندها احترام بالله العظيم هذه الصور وهذه المقاطع وهذه المشاهد هل ممكن تحصل في دولة غير السودان؟ طيب إذا نحن يا أخي كدولة كالسودان وصلنا إلى هذه المرحلة من الضعف والهوان والانهيار ما كان أجدب الدول دينا تحترم نفسها وتحترم هذا الهوان؟ يعني هل هنا إلى هذه الدرجة؟ ما كان ممكن يحترموا هواننا ده؟ في إنه عشان ما يصقرونه قدام العالم المجتمع الدولي ما يصقرونه للدرجة دي؟ عرفنا ما في دولة ما في حسيب ما في رغيب يا أخي أنت احترم نفسك راعي لنفسك هل يعقل أنه نحن في الوضع ده؟ أنه يستقبل سفير دولة إجنبية في السودان مزئولين أمميين ويتعام المعاون؟ شوفوا الهوان من الجانب الثاني يعني ما السفير بس فقط علي بن حسن جحفر اللي هو يعني وصل للمرحل الذي مع السودان لا حتى شوف المبعوثين يعني مساعدة وزير الخارجة قابلته عادي محمد الحسن ودلبات قابله عادي فمعناها فعليا في حالة بتاع انهيار كبير جدا حتى المجتمع الدولي يعني فارغ فيها الأعراف الدبلوماسية المعروفة والمعلومة في التعامل مع الدول يعني هذا هو الحال في السودان للآن للأسف يعني موغف تاني بيوضح الوضع والحالة اللي بنعيشها في السودان ونحن فعليا بنعيش ظرف استثنائي صعب جدا جدا أول حاجة ما يحدث بعد اتفاق سلام جوا في بند الترتيبات الأمنية ما في بند ترتيبات أمنية كل الحركات الجاة توقعت جابت قواته بيقت موجودة داخل العواصم والمدن ومشاركة في السلطة بالسلاح وبالقوة استمعنا لحديث ليه عظمي للسيادة مالك عقار وهو يتحدث عن القوات التي يملكها وعن ما يمكن أن يحدث إذا خرج للشارع خلونا استمع لي مالك عقار ثم نعود لنعلق عليه عندنا قوات مصلحة في يدنا ويتدعيننا نمشي الشارع الشارع بتانا هو الميدان بتاع الحرب يتدع ممكن تمشي الشارع وفي المسطر جعب بيدات ليه يعلم لكن احنا لو مشينا الشارع بنمشي عشرات السنين ما بنمشي فيه لو مشينا الشارع الضحايا بتاع الحرب الشهدات على الحرب هيكونوا بمئات العلا وليس بخمسة سبعين أو خمسة سبعين لمدة بتاعة أربعة وخمسة شهور عصر ده حديث مالك عقار عضو مجلس السيادة الرجل الثالث في الدولة السودانية له أكثر من عامين بعد توقيع اتفاق السلام وهو موجود في الخرطوم وفي الغصر الرئاسي ويتكلم بهذه اللغة في أنه إذا خرج سيخرج للميدان والحرب والضحايا سيكونوا بالآلاف ده في ظل دولة موجودة هل يصدق هذا هل يحتمل هذا إنه دولة كله مزئول فيها عنده سلاح وعنده قوة عسكرية وكمان بهدد بيع السؤال المطروح إنه من يهدد عقار هل بهدد في الجيش في الشعب السوداني في الدولة ولا برسل رسائل للمجتمع الدولي دي أزئلة تطرح نفسها دواغع السودان كده إنه مسئول حكومي بيهدد في إنه عنده جيش يعني مالك عقار في الوضع الطبيعي إنه خلاص يدمج قواته ويسرحه ويتعامل مع الواقع السياسي ويكون جزء من المجتمع المدني السياسي والأحزاب لكن لا موجود بغواته بيحتفظ بيها في مناطقه وبعد شوية هو عادي في الوضع ده بيفتكرين إنه لازرق دي مغاطعة تابع عليه لأنه ده كرس له اتفاق جوبة والكرسة له والحالة السودانية بتاعت الهشاشة الموجودة ما ما في دولة مركزية ما في احترام لجيها وما في شخص بحاسب مالك عقار في الكلام اللي بيقوله ده يعني دخل الغصر وما مختنع لسه عنده سلاح وعنده غوة مسيطرة عليها وبيهدد بها طيب المزئول من الوضع دمه والمزئول من الحالة دي منه اتفاق جوبة اتفاق جوبة للسلام هو الذي كرس لهذه الحالة مهما كان ومهما حاولينه الناس ينفو الحاجة دي لكن ده الشيء موجود على العموم ده مزئول في الدولة السودانية بيتكلم بهذه اللغة وبهذا النفس ويتحدث بهذه المصطلحات في وجود الدولة والمؤسسات وهو موجود في القصر الجمهوري ومكتبه جوار مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيالة عبد الفتاح البرهان كل شخص يتكلم على حسب ما يشاء والي في ولاية من ولايات دارفور يهدد الحكومة المركزية المعتمد بعد شوية ممكن يهدد دولة بيقات عبارة عن مجموعات وعبارة عن عصابات وعبارة عن ملائش وما في دولة مركزية عشان تقدر تضبط الوضع نحن شايفين الانهيار كبير جدا في الشرك الآن أزمة كبيرة دارفور رغم اتفاق سلامجوبا اللي ظلم المناطق الأخرى وكرس كل حاجة للمجموعات الموقعة لكن مع ذلك ما أدى إلى حلول إذن نحن فعليا مشكلتنا ما أزمة سياسية فقط للحوار الموجود الآن في الآلية السلسية وإنما مشكلة أكبر من ذلك تحتاج إلى معالجات حقيقية يجب أن يمضي الناس فيها مشاهدين كرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللغاء حتى جديد الملتقى في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة